مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كالعادة انشاء الله تكونوا في صحة وخير وعافية ايش مزال سيقي بنص لنص رمضان انشاء الله ربي عديها على خير وصحة وعافية يا ربي انشاء الله تسموه بالصحة وينعاد عليكم بالخير اليوم بش نشارككم مدبارتي الرمضان كيف ما تشوفوا اعمل تاجين مرقة جلبانة بالحم وخبز مبسس بنين بنين خفيف كل قطن ويعمل 66 كيف وبريكا بالعظمة انشاء الله تعجبكم الدبارة ونكون اقترحت عليكم حاجة هيكية بش تعاونكم فكرة لدبارة رمضان اول حاجة بش نبدأ بها كي نبدأ عندي خبز نبدأ بالعجينة اول حاجة هذي كنعجنها ونرتح منها ونخليه يخمر في عقله كيف ما تشوفوا خضيت لنا صحفة سميد ارتب عليها صحفتين فارينة معناها كيلة اللي بش تكايلوا بها سميد ارتب تحطوا عليها كيلتين فارينة صدقوني رويجيكم خبزة خفيفة خفيفة على الاخر خلطهم كيف ما شفتوا هكيكا وطوا بش نزيد عليهم اذيك الفنجين متاع الزيت زيتونة فنجين ما هوش مليين تنجموا انتم رووا تبسوه بالزيت ناباتي ما يقلقش نبسوها كيكا مليح مليح نحاول اكل السميد والفارينة الكل اللي ندخل فيهم الزيت كيكا وطوا بش نحط مغرفة كبيرة متاع سكر مغرفة كبيرة متاع خميرة هذيك القوانتيتي راهوا بالضبط بمليزين راني ما وزنتش اما كيف ما قلت لكم انتم ما كيلوا بالصحفة اللي عندكم ولا باي حاجة تحبوا تكيلوها لصنصير الكيلة متاع السميد عليها كيلتين فارينة حتيت شوية مهي كيكا حلت فيها اكل الخميرة والسكر كيف ما شفتو وطوا زيت شوية كوركم زيتا عليها مغرفة كبيرة متاع يغور الطبيعي وحتيت نص مغرفة متاع ملح كيف ما قلت لكم ديمة الملح حاسب الضوغ وطوا بش نعجن اللعجينة بش نلمها لامين اللعجينة متاعنا كيف ما تعرفوا خاطر فيها السميد مضابينة ما نخليوها شياب سنخليوها تريع شوية بش من بعد الخبز يجينا خفيف الخبز اللي فيها السميد راهو يحب العجنين من نجمش نقول لكم ليه ما تعجنوهوش لمولا من اكهوتا ومبعد يجيكم خفيف ليه اعجنوه شوية حكاية ثمانية دقايق هيكا إذا كان عندك عجنة بتبيعه حطه في العجنة وارتاح منه انا عجنتو كيف ما شفتو حتيتو طوا في صحفه وبش نخليه هو يخمر على راحتو ونمشي نتلهاب العشاء ومن بعد نرجع له انكمل نطيبو اول حاجة بش نبدأ بها الي هي التخطوخ متاع التاجين عمل التاجين تونسي عادي التاجين متاعنا العادي بالبطاطا والجيج والجبن بنا ما نحكي القومش انا التخطوخ لنا كيف ما تشوفو حتيت شوية زيت هكاكا حتيت بصلي هذي كرانية رحيتو هو والثوم نرحيه في الهشوار ونخليها كيكا في حقه في الفريجيدير كل يوم نفوح منها حتيت لنا اسكالوب هذي كاكا ترايفات صغيرين خاطر من بعد من حبوش يقعوا كبار هكا جوزت هكا صغيرين ولا تحبو تحطو انتو ما الزر متاع الجيج اللي ساعدكم فوحتو ملاحة فلفل لكحل كركم فاحم متاع الجيج ونحط في اناراني شوية فلفل احمر هذيك على خاطر صدقوي نحسو يعطيه هكاكو عندك المصلي وإلا مقرونة زعرة ولا اي حاجة هكا بالكركم نحط فيها شوية فلفل احمر باش ميجيش اللون أصفر برشا ومطعم الكركم تاغي برشا في الماكلة ملقة طوى كيفما نشفتو هكاكا بشوية ماء مادي مسخون كيفما نقولكم نحط لنا برشا ماء على خاطر رهو ومعناية تخلق الجيج سكالوب فيسا بشي تيب خاطر روما ترايفت صغيرين حتيتوا هو يتيب على روحه طوى لنا بش نطيب الجلبانة نعمل الجلبانة باللحم حتيت البصل كيفما شفتو كيف انا طيبت لنا بالحم بقري انتو ما بتبيعه بش طيبو بالدجاج ولا بالحم علوش حسيلو بش تفرق انتو ما وحسب الحم اللي عندكم كبير ولا صغير تشوفو معناية تش بش تحطو الجلبانة اذا كان مش طيبو بالدجاج تحطو الجلبانة ملولو مع الدجاج خاطر الجيج كيفما تعرفو فيه ساعي تيب اما انا بالنسبة لي انا الحم بقري خلطو الطب مليح مليح نحبو يبدأ اكل يذوب ذوبين فواحت ملح فلفل اكحر شوية تابل شوية كركم ومرقت شوية مياه كيكا ونخليه يتقلى كيكا حكيه تدرج كيفما تشوفو تقلم ليحك الحم والطماتة ماذيك واللفهات ومن بعدك بش نمرق متمرقوش برشا متعبيوش تنجرب المياه من بعد راهو تقعدوا تستنيوا فيها حتى لين تشرب المياه لهنا بعد ما طاب الحم كي قرستو معناية لقيتو ساي قريبي تيب وقتا نحط الجلبانة علي شقولتلكم انتم ونوع الحم اللي عندكم يبدأ الحم كبير ولا صغير يفرق راهو المهم تقرصوا الحم تشوفو راو قريبي تيب سايي تحطوا وقتا الجلبانة خطر ديجاه هي ما تخوش برشا وقت راهو حتيت معها لانا شوية جنارية كيفما تشوفو هكاكا ما حابتش نكثر الجنارية خطر ما يكلو هيش وهي طايبة اللي غالب خليتها تيب على روحها او طول هنا ارجعت لك العجينة متاع الخبز بركلة وماشالله شوفو كيفيش خمرت مليح مليح خليتها تقريبا ساعة التقس سخون رايي هذيا فيديو مش متاع البارح ومش متاع اليوم خطر طول التقس تبدل برد هذيا متاع ليه مت سخان الا غالب ما نلقاش وقت بش نعمل المونتاج ووقت اللي نلقى فرصة هيكاية نعمل المونتاج ونهبط الفيديو لانا قصة متل عجينة متاعي كيفما شفتو هكاكا انا حبيت نعملهم خبزات متوسطين مهمش كبر ومهمش صغر انتوما تنجموا تعملوها وخبزة في تباق كامل اعملتها ديجا قبلة معاكم خبزة كبيرة في كبر اطباق وقالت تعملوها من خبزات كبيرة كبيرة شوية اي ساعدكم انتوما لحسيلو شكلوا الطريقة اللي تحبوها انتوما معناي الحاجم اللي تحبو عليه انتوما لانا انا الخبز متاعي كيفما تشوفو نفطر فيه بالسميد صدقوني يعجبني بالسميد يجي روعة نجمو انتوما تفطروه بالفيرينة حتى هكيكا رو معنايها من غير ديجال عرجينة متلصق وش معنايها برشا هي فليدين فطرتهم الكل خبزات هذي خبزة حبيتنا عملها لشكل ورده كيفما تشوفو هكيكا عملتهم كبيرة هكيكا صغيرين ونحطوهم جيستروا بجنب بعضهم الهني باش ننشقل الخبز هكيكا باللام اذيكا لام راهم تاع كوجينة عملته سبيسيال الكوجينة للخبز باش نخليهم يعاودوا يخمروا حكاية ربع ساعة ونخدم بطبيعة الفور رجعت طول مرقة الجلبانة كيفما تشوفو زيتها لنا شوية سبناخ في العادة راني ساعة نحط سبناخ ساعة نحط معدنوس هي بصراحة تعجبني بالمعدنوس ابن جي ابن مع سبناخ اما المرة هذيه وقلت خليني نعمل سبناخ خير حتيت عليها جراينة فلفل رشة فلفل لكح البتبيعة هذيكا راهي تزيدنا الجلبانة بنا على بنا وخليتها بشتيخو غلوة ونتفي عليها القاز كيفما تشوفو الخبز كيفما تشوفو دهنتو بشوية اصفر اعظم وحليب الفور كيفما قدتلكم راهو قاعد يخدم سخون مليح 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 وولا اقوى درجة عندكم في الفور ندخلوهم رشيت عليهم انسة وشوية سينوج ساعات الرش عليهم شوية جلجليم ساعات نخليهم هكيكا كيفما هوما هاذا يتوى لانه التخطوخم تعنضها حضر حضرت شوية بطاطا كيفما تشوفو قاسيتها جويدة منحبها كبيرة وقليتها في الزيت وحتيت طوى البطاطا مع التخطوخم تعدي جيج هذيكا مع الجبونات الحاسيلو انا الفروماج نحبو بالجبونات نشخشو بالجبونات حتيت عليهم شوية معدنوس كريم فريش كيفما تشوفو هكيكا وباش نزيد عليه بالتبيعة الجبن الطيبة هذيكا ما يختنيش الحاسيلو انا في كل رسيت نحط الجبن الطيبة ما نعرفش عليش نحس وهو اللي يزيد بنا بصراحة للماكلة حتيت لها جبن الطيبة بتبيعه كل واحد وطريقته كيفاش يعمل انا طريقتي هذي ويجيني طاجين بنين 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 على الاخر قد ما نقول لكم بنين بصراحة وما نحكي لكمش ساعات راتبدا ما عنديش كريم فريش راني نحط شوية حليم زيده راهو يجي بنين بنين وعمرو ما يشي حتى طاجين ويجي يبس يجي تري وبنين على الاخر لها نقعة نفقص في العظم كيفما تشوفو هكيكا كل مرة نزيد العظم ونشوف ما عنديش كل منزلي استحق الخليط متانا وإلا ليه وقت اللي نشوفه سافا نخلط نلقاه سافا معاش يستحق اكا هاو ديما الطاجين ما يكون شرحه جيري برشا برشا انا منحبوش يجيني معبي برشا بالعظم اكلي نقص هكا مرسوه نلقى العظم يبدأ ظاهر في وسطوه ومنحب زيده يجيني زيده الشيح معناه يبدأ يبس على الاخر حاسيلو كل واحد عينو ميزينو كيفدا يعمل في الطاجين خلطوا لنا مليح كيفما تشوفو ومن بعدي كا انا استعملت راني طبق متوسط مهوش كبير ومهوش صغير برشا وزدت الحاجة هاديكا الصوم صدقوني كي نحط فيه الصوم تتنحى اول حاجة ريحة العظم ما نحمل هيش خطر في الطاجين توافل القاتون حطوا الفاني نغلبوها ريحة العظم اما في الطاجين الا غلب ساعات شم ريحة العظم يا لاتيف من الجمش ناكله اذا نحطك الترفي ذي كمتاع الثوم وشوية فلفل لكحل صدقوني مفميش ريحة العظم جملة ويعطيه بالنا الثوم يعطيه بالنا محليها لاني طبق متاعي كيف ما شفتو هكي الكبزيت بش مايرسقش الطاجين فرغت لحشوه الكل وحطيتو في الفور الفور اني انا ندخلو الفور بيرد من غير ما نسخنو من قبل 180 درجة النار ملوتة وقت اني نشوفو بداية تيب ملوتة انشعال عليه من فوق بشي حمار اكهو وهذه اللي حشوه متاع البريك انا بش نعمل اليوم بريك بالعظمة اه نعملو بالعظمة اما راني نحط فيه بطاطا هذية مصموتة نصموتها كي تبدأ عندي شربة تيب نرمي فيها كعبتين بطاطا اه ونبعدك ان نرفسهم هكيكا المعدنوس راني منذب لوش نحطو على البطاطا وهي سخونة نحسو يذبال هكيكا صفاء ونحطها هذيك من بعدك راني بش نزيدها للعظمة اتو تشوفو طيقة كيفيش هذي اتا جين امتان حذر السايب بش نقصو ونزينو لحسينو نعمالي ستة وستة وستسين كيف وهذي ازدتو معاها سلايتا خضرة اه مشاركة هيش حاسيلو معاكم خاطر ديجاد نسو كل تعرف تقص سلايتا خضرة ما فيها حد شاي ليتيوب وخيار وفجل وطماطم وشوية معا دنوس فوحتها كيفما شفتو كيكا نحط في دبوزة لفاح نخلط وقارس وزيت زيتون وشوية ملح اكها وهذيك بش نفوح نخلطها مليح ونحط هذيك اخر لحظة نقصها على بكري ونخليها هيكيك الشيحة وكي نبدأ سيقرب لذي وقتها نخلطها ونحطها فوق الطاولة وهذي يتا والبريك كيفما تشوف بش نوريكم الطريقة كيفيش نعمل انا كعب التالي البريك بالعظمة نحط هيك البطاطا هذيك رهي ملحة وفاف الفلكحة والامورها واضحة نحطها كيكا على الجنب ومن بعد نفاق سكابة العظمة نحطها في الوسط نحصرها بك البطاطا هذيك ومن بعد نحط عليها شوية جبن اللي عندكم انتم الحسيلو جبن هذي يطريقتي انا ساعات راني نعملها من غير بطاطا اما تعجبني بالطريقة هذي يخير رشة ملح رشة في الفلكحة البتبيعة وشوية الطن الحسيلو ولا ساعات يبدأ عندي مثل سكالوب مفروم والمفروم والمفروم شفريت كل مرة كيفاش اللي حاسيلو الموجود يحضر ويزا زين لهنا المرقة متاعنا طابت كيف ما تشوفو عاقدة بننا بننا ما نحكي الكومش طايبة لكلها الحمي ذوب ذوبين في الفم هذي الكعيبات البريك حذرو سايين ودكم ومن شاهيكم مروبين لحاسيلو كعيبات العظم نحكي الكومش الخبز متاعنا زيدا كيف كيف حذر زيدا نودكم ومن شاهيكم خفيفة 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 على اللخر كلاقطن بالحق راه وبننا بنا مع الشربة خير من خبز الشارع الف مرة بالحق راه هو معنايا ما فيه حتى الشاي انا ساعات مش كل يوم راني نطيب خبز اما الاغلبية الاغلبية راني نطيب خبز في الدار سترتوه الخبز اللي نعديو به الشربة نكلوه مع الشربة مضابية خبز نعمله في الدار رسيت راهي ناشحة مليون بالمية هذي دبارتي لليوم هذي معنايا شوية افكار هيكية مش نقترحها عليكم وبالتبيعة حضرت للصهرية قلت ميني تارت استغفر الله تارت باللوز بنا 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 ما نحكي لكمش ما نجمتش نشاركها معاكم في الفيديو هذي خطب بشي جيتو البرشة ان شاء الله نحبطها في فيديو وحدها اما صدقوني ما تتكلفش برشة ماهيش معنايا مكلفة سهلة اسهل منها مفميش والبنا ما نحكي لكمش بنينا على الاخر على الاخر حسيلو ونتمنى بالحق طيو نحبطها ونتمنى اتجربوها حاجة تعمل ستة وستين كيف دي جات نجمو تعملوها في ميني تارت كعيبة ميني تارت اللي يساعدكم انتوما اما المهم معك قهيوة الصهرية نوتكم ومنشاهيكم بنا ما نحكي لكمش هذي يا طوا اللي تبرى لكلها كيف ما يشفتو من المالح للحلو حاجة بنينا برشة ان شاء الله هتجربوها ونكون افدتكم وان شاء الله يعجبكم الفيديو وطم بقالي كان نقولكم بسليمة وفي لامين نتلقاوه في فيديو ترجمة نانسي قنقر